في بعض الأخبار في تريند الأهلي النهاردة خليني أروح سريعاً لزملتنا العزيزة مريم ساميح مراسل القناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتواصل معاه ونعرف كل الجديد النهاردة في النادي وتحديداً عايز أرحب بيك يا مريم في البداية وعايز أسألك عن كواليس مران اليوم الفريق الأول لقرة القدم بعد ما أستقنف تدريباته بعد الفوز بالأمس على أمدي وكان مران تحديداً في الساعة العشرة الصباح أهلاً بك يا مريم تفضل يا مسائل فل عليك يا أمير ومسائل فل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان طبعاً المران النهاردة بدأ فعلاً في العشرة صباحاً بس قبلها بحوالي نصف ساعة في تمام التساعة والنصف صباحاً كان في محاضرة فنية لكابتن ريني فيلر المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم مع اللاعبين المحاضرة دي يعني حصل فيها زي المزيد من الحماس ريني فيلر اتكلم معاهم في أنه لازم يعني الانتصار بتاع أمس على إمبي بهدفين دون رد ما يكونش هو نهاية المطاف أو أنه هم يركزوا عليه بشكل كبير ويكون التركيز الأكبر على تحقيق يعني المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة والتركيز بشكل أساسي على المطش اللي جاي مع الانتاج الحرب يوم الجمعة المقبل طبعا التنبين لما بدأ في الساعة العشرة صباحا كان تنبين كله للعبين اللي شاركوا مبارح كان عبارة عن ريكوفري أو ستراتشز علشان ما يكونش فيه إجهات بدني بالنسبة لهم خاصة أنه ما كانش فيه راحة ما بين المباراة مبارح وما بين التمرين النهاردة أما بالنسبة للبودلاء كان بالنسبة لهم يعني نقدر نقول تمرينات بدنية خفيفة وتأسيمة خماسية ده يعني أبرز اللي حصل في المران النهاردة طيب ده بخصوص مران الأهلي يا مريم أنا عايزة أسأل كمان بما أنك متواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بخصوص ما يتعلق باجتماعات إدارية أو أمور من هذا القبيل من خلال متابعتك إيه الجديد عندك في النادي طبعا يا أمير هو أهم حاجة حصلت النهاردة كانت زيارة المدير الفني مايكل براكج يعني دي زيارة الأولى بالنسبة له المدير الفني لقطاع الناشئين يمكن كان فيه اجتماع هام جدا هو طبعا تفقد الفرع نادي الأهلي بالجزيرة تفقد كل المنشآت كان طبعا مبسوط جدا يعني على المستويين سواء الاجتماعي أو كمان الرياضي وكان طبعا منبهر يعني دولاب البطولات اللي هو شاهده النهاردة الجولة كان فيها طبعا يعني كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكان فيها كمان كابتن خالد بيب ورئيس قطاع نادي الناشئين واللي تولى المهمة منذ أيام قليلة حصل ما بينهم اجتماع علشان يحطوا بعض الخطط والاستراتيجيات طولت المدى وقصيرة المدى علشان يكون فيه تطوير كبير جدا لهذا القطاع يعني على الأخص علشان يتم توريد الكثير من البراعم خلال الفترة المقبرة للفريق الأول لقرة القدم طبعا زي ما احنا عارفين يا أمير المدرسة التشيكية يعني مسؤول النادي الأهلي كانوا مركزين جدا أنه يكون فيه تعاقد مع بروكتش لأن المدرسة التشيكية بتأتي في المركز التاني بعد المدرسة الهولندية في تخريج البراعم لكل أندية العالم وده كان مهم جدا بالنسبة لهم بعد إزيارة ما انتهت انتقلوا لمقر النادي الأهلي بمدينة ناصر حيث مقر مدربي كل الفئات السنية للبراعم كويس طيب فيما يتعلق بالكتاب